النهاردة ان شاء الله هنتكلم على موضوع في الاندرولوجي ألا وهو الإيجاكولاتري ديس أوردرز كلمة الإيجاكولاتري ديس أوردرز عشان نفهم إيه اللي بيحصل في الإيجاكولاتري ديس أوردرز إحنا عندنا موضوع الـ sexual relationship أو sexual intercourse أو المشاكل اللي تحصل around sexual intercourse بتمر المراحل وما بقول sexual intercourse ما تكلمتش خالص على الـ infertility sexual relation أو السيكسولوجي غير الباسوي بتاعه غير الباسوي بتاع الـ infertility القصة بتبدأ بـ desire الـ desire دي طبعا مش عليك الحتة دي بعد الـ desire بيحصل مشاكل يحصل erection الـ erection دي فيه مشاكل بتحصل فيه فبيسموها erectile disorders وده طبعا عليك بعد ما بيحصل erection خلاص الـ sequence بيخلص بتاع الـ erection يبتدي يحصل orgasm followed by ejaculation هي ده السيكوانس بتاع الـ sexual intercourse مرورا بيه إن ممكن العيان أو الشخص العادي يشتكي من painful disorders during the process دهيئة وبرضو دي مش عليك طيب أنا عايز أقول إيه الإيجاكولاتري disorders اللي إنت مطالب بيها قبل ما تكلم على الإيجاكولاتري disorders اللي إنت حضرتك مطالب بيها مطلوب منك تعرف يعني إيه إيجاكوليشن وأنا قلتلك إن الـ process desire بعدها بيحصل erection بعد كده يحصل أرجاز وبعد كده يحصل إيجاكوليشن يبقى بالتالي إيه الفرق ما بين الأرجاز وإيه الفرق الإيجاكوليشن وهل هما اللي اتنين حاجة واحدة ولا حاجتين مختلفين اللي اتنين حاجتين مختلفين وده بيحصلوا أمراض وده بيحصلوا أمراض ببساطة شديدة كلمة إيجاكوليشن طب أما إيه هو الأرجازم الأرجازم هو sense of pleasure إحساس بالنشوة أو إحساس الpleasure اللي موجود فبالتالي الأرجازم الشخص بيحس بالأرجازم قلود على طول بالإيجاكوليشن في أمراض بتحصل في الإيجاكوليشن وبنسميه الإيجاكولاتي دوس أوردرز وفي مشاكل بتحصل في الأرجازم بتحصل وتؤدي إلى إيه أرجازمك دوس أوردرز لا بايوي حاجة مش عليكم بس أنا هقولها لكم بايوي للاستفايدة بس اللي هي كلمة سبونتينيوس إيجاكوليشن وحاجة اسمها الإيجاكولاتري فورس حاجة اسمها سبنا من كليمكتوريا السبونتينيوس إيجاكوليشن حضراتكم مثلا أو إحنا كأشخاص عندنا ستريس زي الفيمير كده وقت امتحان بتفكر في حاجة وانت قاعد ممكن يحصل لك سبونتينيوس إيجاكوليشن without any sexual stimuli ودي لها أسباب كتيرة المضيق قصة الإيجاكولاتري فورس دي الإيجاكولاتري فورس كده بالبالة دي هي قوة الإيجاكوليشن قوة الإيجاكوليشن وقت الإيجاكوليشن طيب القوة دي بتختلف شاب صغير شاب أكبر سنا أو راجل كبير في السن كل ما بيكبر في السن كل ما قوة الإيجاكولاتري فورس بتقل بتاعته طيب وقال التاني اللي انت مهمة تبقى عارفه في الإيجاكولاتري ديس أوردرز ما هي الأورجنز ما هي أنا بحاول أفهمك احفظ من أي حتة بقى ما هي الأورجنز اللي مسؤولة عن الإيجاكوليشن يعني ربنا خلق الخصية هذه الخصية بتطلع بتعمل عملية اسمها سبرماتوجينيسس وبتطلق هذه السبرمز بتيجي تستخبى دي التسة سهية هذه السبرمز اللي بتتكون بتيجي تستريح في حاجة اسمها الإيبيديديمس اللي هو أو القنواء الإيبيديديمس ده بيحصل فيه ماتشوريشن للسبرمز اللي تكونت وبالإضافة كمان بتبقى مخزن للحيوانات المنوونية الراجل قرر ان هو يعمل او حراس هيحصل مثلا بيعمل في المرحلة دي هيحصل هي بقى هيبدي السبرمز تبتدى تطلع من الإيبيديديمس ده وتمشي في الأنبوبة دي الأنبوبة دي بيسموها وبعد كده تمشي جوة تروح للبروستات وتروح للسمنال وبعد كده تطلع من اليوريسرا طيب بمرور المراحل دي بمرور المراحل دي الاسبرمز دي عبارة عن سولد أو عبارة عن سيلز طول ما الاسبرمز مشى في في دماء في وفي كل حتة من بتديها شوية تديها شوية عشان كده أول ما بيطلع بتلاقي في منازل مع عشان كده يقولك في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها تيجي مثلا محدش روح لكم إن شاء الله هيقولك عيان عنده كلمة معناه إن هذا الشخص بينزل سيمينر فليود بيعمل إجاكوريشن كويس خالص وبينزل سيمينر فليود لكن تيجي تبص على مش مبقيه يبقى هو بينزل سيمينر فليود عادي لكن ما فيهش في ترم تاني وده المهمة بالنسبة لكم حاجة اسمها اسبرمي الاسبرمي بقى تيجي إن هذا الرجل ييجي يقولك لا أنا بنزل نشفة خالص بالبلادي بتبقى نشفة خالص ودي مشكلتها بالبلادي في مفهومة إيه إن الفليود اللي بيكتسبها مسبرم وهي مشى في طريقها سواء من أو من أو من أو من مش موجودة ما مكتسبش فبالتالي يقولك أنا ما بنزلش أي سيمين نهائي ببدال فرق من كلمة إن العيان ده ما بينزلش حاجة خالص أما يقولك آزو سبيرميا بينزل الفليود ولكن ما فهاش سبيرم إذا كانت المهمة المقدمة الأولانية لقصة how to differentiate أو definitions بتاعة الإجاكوليشن وي الأرجازم إن سامري الإجاكوليشن زي ما قلت إيه إن أك اللي هو فورصابل إكسبالجن أو السيمين أو السيمين الفليود through زيس أرجان زي ما احنا قلناها عشان يطلع من أما الأرجاز إحساس بتاع الموضوع طيب على مستواك إيه هي المشاكل اللي ممكن تحصل في طب قبل ما أقول المشاكل وتحفظ الكلمة دي بس وخلاص الإجاكوليشن عشان يحصل هو ما بين مادتين دوبامين وسيروتونين دوبامين وسيروتونين الدوبامين يزيد يخلي الرجل ده يخش في إيه إجاكوليشن سريع الدوبامين يقل يأخره السيروتونين يزيد يأخر الإيجاكوليشن السيروتونين يقل يخلي الإيجاكوليشن يحصل بسرعة باي وي الإيجاكوليشن بالانس ما بين الدوبامين أن سيروتونين تحفظ بس البالانس ما بين الاتنين مش مطالب بحاجة أكتر من كده على مستوى طيب إيه المشاكل اللي ممكن تحصل في الإيجاكولاتري دوس يعني إحنا قلنا إننا عندي فيه إيجاكولاتري بروبلمز وعندي فيه حاجة اسمها أرجازم بروبلمز عشان الاتنين مختلفين اللي ممكن يحصل في الإيجاكوليشن طيب كل الحاجات دي مش عليك ولكن عندك حاجة واحدة أو اتنين هما المهمين إيه هما اللي عليك أول حاجة الراجل ده يقول لك حاجة اسمها ألتر تايم أند كونترول يعني يقول لك إيه أنا بعمل إيجاكوليشن بدري ما بلحاش استمتع فبالتالي ده بيسميه بريماتور إيجاكوليشن ييجيو واحد Vic لك لا ده لا ممكن يعقل نص ساعة وربع أو ساعة بلما إيجاكوليشن فده بيسمون delayed إيجاكوليشن يبقى فيه بريماتور إيجاكوليشن وفي delayed إيجاكوليشن في واحد ثاني يقولlic إيه أنا معنديش اللي هو الأسبيرمي اللي احنا تكلمنا عنه فده بيسمو an ايجاكوليشن او اس بيرمين واحد تاني يجي يقول لك ايه انا بحس ان كمية السيمين الفليوتز اللي بتنزل مني قليلة يعني المفروض يبقى فيه فوليوم معين لكل سن لا الفوليوم ده انا حسه قليل وحتى ما اجي عمله السيمين الاناليسز انا اجي الفوليوم قليل بتاع السيمين فده بيسموه ريترو جريد ايجاكوليشن يعني ايه قذف مرتجع قذف مرتجع طب بيرجع فين بيرجع على الورينر بلادر يعني بدل ما السيمين يطلع يخش فيه يخش فيه والبروستات ويطلع من اليوريسرا لأ ده بي ايه يفضل ماشي 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 لغاية الملايب من البلادر مفتوحة يروح داخل فيها طب هي المفتوحة طبيعي لأ ده العيان ده غالبا بيبقى عنده في البلادر نيك فبالتالي السيمين بيلاقي البلادر نيك مفتوحة فيروح داخل مكانها ده في الديريكشن الفوليوم مشاكل طبعا مش عليك ولكن يقولك العامي الفوليوم هو اللي احنا اتكلمنا عليه وهي موضوع الاجاكولاتري فورس أو الاو او قوة واحد يقولك ايه انا بحس ان الفورسة او قوة بتاعي ضعيف ضعيف مش قوي زي زمان طبعا ده ليه اسباب كتيرة يكون عنده 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 مشاكل في البلوك عنده دايبيتس عنده عنده الكلام ده كله او اخيرا في واحد يقول لك ايه انا بحس ان ما باجي اعمل البينيس بتاع بيحرقني وده غالبا بيبقى ما سببه غالبا انفكشن بيبقى غالبا سببه انفكشن ليه اسباب كتيرة قوي زي الستون زي زي كلام ده كله ولكن غالبا بيبقى سببه الانفكشن في الاساس طيب سريعا كده بقى ايه اللي انت مطالب بيه يعني انا حاول تحط لك الاسكيمة بتاعة الاجاكولاتري ديس اردر طيب اول موضوع يمكن هو المهم بالنسبة لك هو الريترو جريد ايجاكوريشن او الدي اصل الديريد ايجاكوريشن هما دول المهمين ايه كلمة الريماتيور ايجاكوريشن الريماتيور ايجاكوريشن معناها ان ذا بيشن ذا بيشن ايجاكوريت بفور هز ويشيز يعني ايه بالبلاد دي يعني هو اول ما بيعمل ايجاكوريشن او ما بيعمل انتر كورس يروح عامل ايجاكوريشن على طول طيب هل المشكلة دي يبقى ايزا هو الريماتيور ايجاكوريشن يقولك ايه ذا ذا ميب ايجاكوريشن بفور هز ويشيز يعني قبل ما يكون عايز دي اول معلومة المعلومة التانية قالك فيه ناس عرفته قالت لك ايه ان الوايف بتاعته نسبة استجابتها بيه او الانجويمنت بيه خمسين في المية لو افترضا ان الراجل دا بيعمل سيكشوال انتر كورس عشرة في الشهر يقولك ايه مرة ولا اتنين ببسطت ولكن في معظم الاحيان ما ببسطتش بس السيكشوال ساتسفاكشن البرتنر بتاعته مش كويسة او ييجي يقولك ايه تعريف تاني الطبيعي ان الراجل مع بيحصل ايه قالك فيه اللي هي قالك الطبيعي دا الطبيعي ان الراجل ما بيعمل جوه الفجينا المفروض يعمل خمستاشر ثرست خمستاشر يعني طالع ونازل طالع ونازل خمستاشر مرة فاكثر لو عمل اقل من العدد دا في الحالة دي اصنفه بريماتيور ايجاكوريشن يعني فيه تعريفات مختلفة البريماتيور ايجاكوريشن واحد ايجاكوريشن بفور دامانز ويش البرتنر ساتسفاكشن اقل من خمسين في المية النمبر اوف ثرست اقل من خمستاشر ثرست في الوقت فيه ناس تانية قالت لأ طب انا انا هوجع دماغي بقي كده قالك لو الراجل دورنج الانتروميشن قعد اقل من دي اقل من دي اصنفه بريماتيور ايجاكوريشن باي ويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يقول لك ان الراجل بلغ عند 14 سنة اجي اول ما تجوز من اول مرة ما بيجوز بيحصل بريماتيوري جاكوريش يبدأ من اول عنده بريماتيوري جاكوريش فده بيسموه وده غالبا سببه حاجة اسمه ان البينيس بتاعه بتاعه بزيادة او المطاطش يعمل في اسباب تانية كتيرة بس كفاء عليك السبب ده طيب لا يقول لك انا متجوز بعد عشر سنين او خمس سنين فجأة لقيتني كنت كويس زي الفل وفجأة لقيت ان انا بقى عندي بريماتيوري جاكوريش طيب في الحالة دي تصنيف هذا الرجل نصنفه ايه نصنف هذا الرجل ان هو عنده او ساكندر بريماتيوري جاكوريش طيب يبقى بالتالي هو كان كويس وما بقاش كويس غالبا هذا العيال يكون عنده انفكشن يعني غالبا يكون عنده حصر انفكشن في البروستات في البروستات في السيميلر فيزيكلز في اي ارغانز من ارغانز بتاعة الميرجينتال ارغانز هي اللي خليته يحصل له ساكندر بريماتيوري جاكوريشن طيب بالتالي كده بالتالي ان انا عشان بعيدا عن العلاجات لو الاكوايرد بريماتيوري جاكوريشن تريتمينت يبقى اكوايرد او الساكندري اعالج السبب اما اللايف لونج لا لقالك بيناير هايبر سنستيفيتي طيب انا عشان احسن البيناير هايبر سنستيفيتي اعمل له ايه على مستوات ممكن اقول له ايه البس كوندوم البس مير كوندوم فبالتالي الكونتاكت بين وبين الفيمير جينتاليا هيقل كان زمان بيقولك لا يلبس دابل كوندوم الكلام ده مش مقبول ليه دابل كوندوم مش مقبول قالك لان لو لبستو كوندومز وفوق بعضهم هيحصل ايه هيحصل هيحصل احتكاك ما بين اللاتكس بتاع كوندوم الاولاني والتاني ففرصة ان هو يتقطع وردة جدا ويحصل مشكلة حلو طيب يبقى دي اول حاجة ان انا قلديله لبسه كوندوم في حل تاني قالك ايه قالك لا الكوندوم مش مقبول شوية ما بيحبش يلبس الكوندوم الراجل ده وللكلام ده كله قالك فخلاص فانا مضطلل ان انا قديره حاجة اسمها Topical Anesthesia زي اللي دوكين رش او دهان بد ينهوله على ادهوله فين ادهوله في الموسط سنستيب ايريا في البينيز طيب مين هي الموسط سنستيب ايريا في البينيز الجلانز بينيز اللي هي الراس بتاعت البينيز وفي حتة جلدة كده تحت البينيس بيسموها الفرينيولم هما دول فبالتالي أدهنهم في المكان دهوت وبعد كده يعمل لهم ووشنج أو يمسحهم بحاجة بسيطة قوي قبل الانتر كورس بعشر دقايق ولا حاجة بحيث إن هو إيه ما يخشش في الانتروميشن في الفجينا والستة كمان يحصلها أنسيزيا وهي كمان ما بتحسش طبعا فيه أدوية كتيرة جدا في اللايف لونج أو البرايماري بريماتور إجاكريشن وفيه أدوية كتيرة جدا للأكوارد بعد ما بنقيه بنعالج السبب من أهم الأدوية عشان ما تقرواها في الكتب إحنا قلنا أن المسؤولين على الإجاكريشن مين هما الدوبامين والسيروتونين قلنا الدوبامين لو زاد الدوبامين لو زاد هيخلي العين ده عنده بريماتور إجاكريشن السيروتونين لو زاد هيقلل بريماتور إجاكريشن أو هيديلي الإجاكريشن في الحالة دي إيه أنا محتاج أننا أقلل له مستوى الدوبامين وزود له مستوى السيروتونين من غير محفظ طيب هعمل الكلام ده كله إزاي بأدوية بيسموها Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Selective Serotonin Reuptake Inhibitors إيه هي Selective Serotonin Reuptake Inhibitors دي دي أدوية بتشتغل إن هي تحافظ على مستوى السيروتونين اللي موجود جوه البريم بحيث تخلي العين ده يحصله بليل إجاكريشن أو يأخر الإجاكريشن تمام؟ طيب في حلول تانية آه في حلول تانية كتير جداً للبريماتور إجاكريشن سواء سيرجيكال أو سواء أي دولة تنحم بوتوكس وفيلر فيها وبتحسن الأمور طيب عشان الناس اللي فاتتها البريماتور إجاكريشن قلنا الديفينيشن بتاعه اتنين قلنا الأسباب بتاعته وأنواعه في برايمري وساكندري البرايمري قلنا أهم السبب بيه إن هو الراجل ده أول ما تولد أول ما تولد من أول دكتور هيا يا فاند ما علش ممكن حق تقيد الحتة بتاعت بنقلل الدوبامين وبنزود سيرجيكال والله ما أنا بعيدة هو والله ما أنا بعيد طيب أنا أصل النتة هنج عندي بعيد والله بعيد شكرا دك أول حاجة الديفينيشن فقلنا اللي هو before المان ويشيز اتني أو الـ number of thrust أو الـ stopwatch اللي هو أقلل من دقيقة قلنا الأنواع التانية اللي هو برايمري وساكندري البيرايمري من أول ما السيكشوال ريليشنشيب حصل له المشكلة أما الساكندري فيه سبب طيب جينا قلنا الـ primary مش هينفع معاه أدوية قوي لأن هي المشكلة بتبقى penile hyper sensitivity أو فغالبا لو اديته دواء مش هيستجيب لأن السبب غالبا بيبقى local فقلنا ممكن نعالجه بالcondoms أو نعالجه بال topical anesthetic product طيب بالنسبة ليه الساكندري الساكندري ده هعالج السبب وممكن أديه لبعض الأدوية زي selective serotonin احنا قلنا أن أنا عندي دوبامين وسيروتونين الدوبامين وجوده بزيادة هيخلي العيان trigger يعني يخلي يحصل بسرعة أما السيروتونين وجوده بزيادة هيخلي العيان يتأخر في فبالتالي أنا محتاج أن أنا أأخر فبالتالي عايز يزود له معدل السيروتونين في ال 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 فبالتالي هتدي له selective serotonin لأبتيك inhibitors تحافظ على مستوى السيروتونين جوه الجسم أو جوه ال عشان ت delay ال ده بالنسبة لل وما أنت مطالب به في الامتحان طيب تاني موضوع مهم يمكن في سمعت يا دكتور في حاجة اسمها السيرابي اللي هو حاجة اسمها سيرابي بص آه في حاجة اسمها البيهيفير السيرابي اللي هي قصة السكويس تكنيك وال دي يعني ان احنا في ناس بتقولك اعملها هي قصتها ببساطة شدية جدا ايه ييجي يقولك تخلي بتاعته تعمل له منيو ل البينيز واول ما يحس ان هو هيعمل يقول لها اقفي ما تكمليش وبالترينينج ممكن نتحسن طيب دي حاجة اما ايه موضوع السكويس تكنيك السكويس تكنيك تقريبا زي وزي التكنيك ان المراته برضا او بتاعته هتعمل للبينيز واول ما يحس ان في هتقول له وقف هيقول لها وقفي بس هيزود عليها ان الست هتعمل تقمسك وتمسك ناحية روتوفزا بيديها واحدة من تحت واحدة من فوق في محاولة ان هي تمنع ان يطلع لبرا ده الفرق ما بينهم يمكن بتمفع في بعض الناس ومتنفعش في بعض الناس محتاجة ناس شوية عشان يقتنعوا ويعملوا الحاجات دهية ولكن فيه كتير جدا يقول لك لا ما تعمليش الكلام ده كله والديني ده وخلاص طيب ده دكتور الموضوع التاني وهو بس كفاية كده عليكم اللي هو الموضوع التاني اللي هو ايه ده ده احنا احنا قولنا ان هذا العين بيجي عمل ايجاكوليشن قبل ما يبقى عايز يعمله الديليت ايجاكوليشن عكسه عكسه الراجل عنده دزاير كويس قوي عنده ايجاكوليشن زي ويجي يعمل ايجاكوليشن وعنده الارجازم كويس يجي يعمل ايجاكوليشن مش عاية فيزهق فيسيب الوايف بتاعته ويطلع بره الفجينا والبينيس بتاعه شوية يعمله البينيس خلاص او انتهت يبتدي البينيس بتاعه يحصل يحس ان هو عايز يخش الحمام يجي يخش الحمام ايجاكوليشن او بتاعه بقى في ايجاكوليشن ده بيسموه طيب انا ابتدي اقول ان العيان ده عنده امتا قالك لو في قعد اكتر من ربع ساعة يحاول يعمل ايجاكوليشن قعد خلال ربع ساعة فشل يبقى انا هصنفه ايجاكوليشن طيب ايجاكوليشن ده ممكن يكون برضو موضوع يعني الراجل ده مع اول عمله طول عمره بيجير هيكتشفه ازاي قالك هيكتشفه ممكن يكون الراجل ما هو ممكن يكون بلد عنده ربعتاشر خمستاشر سنة وعنده مسلا جوز عند اربعين سنة طيب قالك بيعمل مش عارف يعمل اول ما يزهق ويعمل يبقى ممكن يكون مع مع المارج ده السكندري لا يقولك انا كنت كويس شوية بيبعتش كويس يعني كنت كويس خالص ما بيتش كويس تمام في ناس تانية تقسم لك السكندري الى يعني معليش الراجل ده مجوز اربعة الراجل ده مجوز اربعة مع الاربعة بيحصل نفس المشكلة لما اسمها خلاص وفي الحالة دي يبقى هو عنده مشكلة ولازم تتعالي مثلا ايه متجوز اربعة بتحصل مع واحدة والبقين زي الفل يبقى هو الراجل ده في مشكلة عنده بين وبين مراته ممكن تكون غالبا بين وبين الوايف ده هي ده ممكن تكون او هل دي بس لا راجل يعني بيحب يلعب بدله شوية تمام فشاف واحدة ولا بتاع فقالك تعمل معاها خايف ان الست دي تنقل له مرض جنسي أو خايف ان السيمين ده يخل تبقى يحصل فبالتالي المخ بيبعث اشارات ببسط ويعمل كل حاجة ولكن وقت ما تعملش عشان السيمين ده يحتك بال ويعمل مشكلة فبالتالي دي برضو مصنفها تبع في حاجات تانية الشباب اللي لسه متجوزة جديد في بعض الناس ممكن يحصل لها عشان ما عندوش كويس وده شوية شوية مع انت كورس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يبتدي يبقى كويس في تاني راجل شغال 24 ساعة في 24 ساعة 24 ساعة في 24 ساعة حصل له مثلا ايه حصل له بايه مجهود فتيج تعب وعنده مجهود فبالتالي الفتيج ممكن يؤثر على الموضوع لان مرتبط في الاساس بالبلفك فلور مصر ممكن مع المجهود حصل فممكن الفتيج الفتيج الحاجات اللي تعمل يبقى احنا جبنا من واحد لسه متجوز جديد واحد عنده فتيج من كتر الشغل او كل الحاجات دي تصنف تبع ال delay ejaculation طب هل فيه اسباب تانية لي delay ejaculation اه طبعا ممكن يكون الراجل ده عنده مشكلة ممكن يكون عنده ممكن يكون بياخد بعض الأدوية اللي بتأثر على واشهر دواء اشهر دواء او اشهر دويين يأثروا على يعملوا delay ejaculation اتنين مهمين مين هما الاتنين مهمين واو خلينا ثلاثة اول واحد واحد كان عنده بريمات يجاكوريشن قاعد سنين ياخد ال سيليكتف سيروتونين لابتيك انهيبتورز عمال يعمل delay delay غدا ما بقى فيه مشكلة في delay ejaculation تاني واحد من الحاجات اللي ممكن تعمل delay ejaculation الترامدول الأدوية اللي بتاخد الناس بتاخد عشان تصهر ولا بتاع ولا الكلام ده اللي ممكن تعمل delay ejaculation ال الناس بتاخد أدوية الانتي اسمها الانتي والحاجات دي كلها برضو ممكن تعمل delay ejaculation طبعا في السايكولوشيكال اللي احنا قلنا ايتم فرست ريليشن لسه متجوز عنده مشاكل بينه من مراته فير او 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 صغير فنتج عنها مشكلة ما طيب طبعا هعمل طبعا اعالجه ازاي صراحة من الحاجات اللي علاجاتها غلصة شوية طبعا انا او بصفة عامة فحاول اعالجه لكن قالوا ان ممكن الموضوع ده يتحسن فيه ناس ممكن تاخد تستيرون الوضع يتحسن شوية فيه ناس بعض ممكن تاخد حاجة اسمها زي الكابرجولين يتحسن فيه الناس تانية قالت اننا ممكن بعض ادوية مش موجودة عندنا في نص ممكن تحسنه ولكن على المستوى الميديكال او على المستوى هو علاجه بيبقى غلص بالذات لو ما فيش سبب او فيه فيسيولوجيكال بروبلم اخر نقطة هتكلم عليها في الموضوع النهاردة اللي هي قصة ال ال حضرتك حضرتك مثلا وواحد بتكتب له حضرتك في روشتة مثلا ما انا بقول لك هو انا هتديره اولا ها اخذ ها اعمل اجيب 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 ممكن اديله اديله حاجة ممكن اديله الكابريجولين ده موجود في السوق في حاجة اسمها او الحاجات اللي هي بتعالج ممكن اديله طبعا انا هتديله الحاجات ده بناء على بيز انا مش عايز اكلمك لانها لها ميكانيزم ممكن تبقى لها دور وتحسن لكن فيه حالات صعبة ما بتستجبش للعلاج وبتبقى مش كويسة طيب انا كده بالنسبة لي المدينة واحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة